نرحب بكم وراءة تانية عزيزة مشاهدين ونرحب الزميل العزيز محمد الباز مساء الخير يا محمد مساء الخير يا كابتن ايمون الأرقام بتقولي النهار ده محمد الأرقام بتقولي أن احنا قدام فريق الإسماعيلي رقميا خلال هذا الموسم عنده مشاكل كبيرة جدا أرقام بتقول أنه من الناحية الدفاعية هو يعتبر من أضعف خطوط الدفاع استقبالا للأهداف مشاكل على مستوبة التمركز والرقابة كل الأمور الفنية هنستعرضها ولكن رقميا هو أيضا آخر تسع مباريات لحن نركز على آخر تسع مباريات عنده خمسة عادل واثنين فوز واثنين خسار أحرز تمن أهداف واستقبل تمن أهداف في آخر تسع مباريات في الدوري العام يعني المعدل التهديف عنده يا كابتن ايمون رغم أنه بلعب مع كابتن يهاب جلال لعب مفتوح كرة هجومية ولكن هو من أضعف أربع فرق في الدوري العام حتى الآن من الناحية التهديفية أو تسجيلا للأهداف يعني مع الدخلية مع فاركو مع المؤولين هما أضعف أربع فرق من ناحية التسجيل الأهداف في الدوري هذا العام معدلات التهديف عنده رقميا لا مش أحسن حاجة دايما هما عدد المباريات أكثر من عدد الأهداف المحرزة فبالتالي ولكن عنده نقطة قوة الأرقام بتقول لنا عليها في نقطتين النقطة الأولى هو من أكثر الفرق بالزبط من أكثر أربعة وخمس فرق صناعة للفرص عبد الرحمن مجدي يمكن من أكثر اللعبة في مصر صناعة للفرص صحيح دايما مساهم عنده مساهمات كبيرة جدا في الصناعة الأهداف أو حتى التمرات المفتاحية عبد الرحمن مجدي من اللعبة البارزة في نادي الأسماعي وده أحد من مفاتيح اللعبة تعالي نستعرض مع بعضها كابتن أيمن يعني مش عايز أقول مكرنة رقمية ولكن مشوار الفرقتين خلال الدوري العام هذا الموسم يعني إسماعيلي منتكلم من لعبة 19 مباراة هو تقريبا من الفرق الخلاص يعني من أكثر الفرق لعبة للمباراة حتى الآن ما عندهوش موجلات للأهل أرح 11 الأهل فاس في 6 مباراة من 11 وعنده خسرتين زي ما احنا عارفين و3 تعادل ناحي التاني الإسماعيلي عنده 8 خسايا و7 تعادلات يعني ده نسبة كبيرة جدا لا تتماشى حتى مع الواقع مع فريق الإسماعيلي بحجم النادي الإسماعيلي حتى بطريقة لعبه وعنده 4 فوز فقط ترتيبهم في الدوري العام حتى الآن هم طبعا عنده 13 نقطة وعنده 19 نقطة الناحية التانية النادي الأهلي يعني بنفس الشكل نرجع بس الشباب نبص على الأرقام آه لسه احنا بقعز نقف عند نقطة الأهداف بالضبط النادي الأهلي نفس الكلام احنا متكلم عنده 21 نقطة النادي الأهلي وترتيبه 11 في الدول بالنسبة للهداف بقى كابتن نايمان ده أنا كنت بقول لحضرتك عليه أحرص 18 هدف النادي الإسماعيلي في 19 مباراة يعني متوسط المباراة يعني ما يكملش هدف أقل من هدف نسبة النادي الأهلي 24 هدف طبعا في 11 مباراة ده الأهلي طبعا متفوق يعني فوق الهدفين متوسط في المباراة الـ XG عند الإسماعيلي ده كانوا نتكلم عليه 44 هدف وده نقطة قوة في صناعة الفرص وإضاءة الفرص أيضا يعني هتكلم عن نقطة مهمة جدا النادي الأهلي طبعا كان مفروض أنه يحرص من الـ XG بتاعه 31 هدف من إجمالي الفرص والتزديدات على المرمى ركنياته أهو بقى ناحية الهجومية بتبان هنا 109 ركنية في عدد 19 مباراة يعني متوسط تقريبا 6 ركنيات في المباراة الوحدة النادي الأهلي 80 وده رقم طبعا كبير من نسبة اللي بتكلم عن 11 مباراة بالزبط في متوسط النادي الأهلي بيصل ل7 ركنيات في المباراة الوحدة صناعة الأهداف أو الأسست عند النادي الإسماعيلي 11 أسست والنادي الأهلي 19 أسست نبص بقى التمريرات المفتاحية وده الرقم اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليه عند النادي الإسماعيلي رقم كبير بيصل 8 تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة من مواقع 154 تمريرة مفتاحية في الإجمالي 19 مباراة ناحية تانية عند النادي الأهلي النادي الأهلي الأفضل طبعا في صناعة الفرص حتى التمريرات المفتاحية عند النادي الأهلي نتكلم في 10 متوسط 10 تمريرات مفتاحية في المباراة الوحدة يعني 112 حتى الآن في 11 مباراة ده بقى الرقم التي تريد أن أفعلها كابتن أيم تحويل الفرص دي الأهداف عند النادي الإسماعيل هو من أضعف الفرق في تحويل الفرص الكتيرة دي كلها الأهداف وده دليل أنه عنده الأهداف المحرزة أقل من عدد المباريات الملعوب بالتالي هو عنده مشكلة في الحتة ديت ولكن هو بيحق خطورة في صناعة الفرص عن طريق طبعاً بحام المجدي وحنتكلم عن أبرز العب عندهم يعني النادي الأهلي طبعاً 14% وده نسبة تراجعت على فكرة في آخر مباراة عند النادي الأهلي كنا وصلنا إلى 16% إلى 17% ولكن للأسف في آخر مباراتين تم التراجع إلى 14% تستداد بالمباراة عند النادي الإسماعيل بيصل إلى 12 تسديدة أربعة منهم على الثلاث خشبات بدقة 34% النادي الأهلي طبعاً بيفوق حتى إلى 15 تسديدة ولكن ده الأفريج المتوسط في 11 مباراة 15 تسديدة في المباراة الواحدة منهم خمسة أون تارجد بالدقة تصل إلى 36% ده كده بيعكس لنا الشك هدف من داخل منطقة الجزاء يعني نتخيل أن الأهلي طبعاً إحنا بنقول أن الأهلي أحرز 24 هدف منهم 23 هدف من داخل منطقة الجزاء من داخل الـ 18 من واقع 113 تسديدة من إجمالي طبعاً كل التسديدات عند النادي الأهلي في 11 مباراة الناحية الثانية النادي الإسماعيل إحنا قلنا أحرز 18 هدف منهم 17 من داخل منطقة الجزاء بما فيهم ركالات الجزاء؟ بالضبط هو تقريباً عنده اتنين يعني هو ما عندهش ركالات جزاء كتيرة ولكن نمتكلم 100 و 31 تسديدة كلهم من داخل منطقة الجزاء ده رقم يدلل أنهما بقي التسديدات من خارج منطقة الجزاء نسب تحولها لأهداف ضعيفة جداً لأنه هو هدف وحيد أما غير كده 17 هدف من داخل منطقة الجزاء يعني عندنا ما عندناش مخاوف أنهما بيسددوا ما عندناش خطورة في التسديد من خارج منطقة الجزاء العرضيات بالمباراة ومعندهم 16 عرضية بالمباراة دقة 23 نهدي الأهلي 24 عرضية بالمباراة الوحدة بيصل إلى 24 كروس عندنا ده برضو رقم كبير جداً الدقة عندنا هي اللي محتاجة شوية بس يعني نزبطها شوية لأنه وصلنا دقة 24 في المائة استحواز الأهلي من أفضل فرقة في الاستحواز في المباريات يعني بنصل إلى 60 في المائة ناحي التاني الإسماعيلي بيصل إلى 56 في المائة لأن وقع التمرارات عند النادي الإسماعيلي أيضاً جيدة وده أسلوب لعبه أسلوب لعبه بالزبط يعني عمر السنين كلها مظبوط ده أسلوب لعب نادي الإسماعيلي مظبوط يعني بيصل لدقة 81 في المائة النادي الأهلي دايماً بيفوق الـ 500 والـ 600 تمريرة بشكل عام ولكن التمرارات الصحيحة بالمباراة عند النادي الأهلي بتصل لـ 462 تمريرة يعني بنتكلم بقى عن البلد أبو بنتكلم على حتى شكل اللونج بول في الظهر على حسب كل الخصم النادي الأهلي بيقدر أنه هو يعني يتمكن على فكرة بالمناسبة من أكتر الفرق اللي بتلعب تمريرات بينية سروق هما الإسماعيلي والأهلي في الدورة العام من أفضل فرق اللي بتلعبها لأن دايماً ناحية الإسماعيلي ناحية الشمال بالأرقام بتقول لنا أنه عنده تمريرات بينية من الـ half space ناحية الشمال يعني عايز أقول المدخل اللي هو الداخلي الأيصر ناحية الشمال عند الإسماعيلي فيه شغل كبير جداً بالأرقام التمريرات الطولية عند النادي الأهلي طبعاً احنا بنلعب بنلجأ للتمريرات الطولية على حسب الخصم زي أباً بنقول ومعظم الخصم عندنا اللي بنواجهه في الفاترات الأخيرة بيكشف ظهره أو يبقى عنده مشاكل فيه الظهر فبنلعب 39 تمريرات طولية بالمباراة بالدكة 48% النادي الإسماعيلي برضو بيلجأ للتمريرات الطولية 42% بالدكة 39% الهداف بقى المستقبل احنا كده عرضنا الشكل الهجومي عند النادي الإسماعيلي وأبرز النقاط عنده هو صناعة الأهداف أو خلق فرص محققة وإضاعتها أما الأهداف المستقبلة عند النادي الإسماعيلي طبعاً من أضعف الفرق زي ما قلنا 22 هدف استقبلوها كابتن نايمن في 19 مباراة النادي الأهلي استقبل 13 هدف في 11 مباراة وده برضو رقم احنا وقفنا عليه علامة استفهام زي ما احنا عارفين في الدور العام أما الهداف المستقبلة المتوقعة تخيل كان ممكن ندخل في المرموم 43 هدف يعني من وقع التزديدات عليهم من وقع طبعاً نسب الفوز الخصم أو الخسارة عندهم لأنه عندهم خسارة كبيرة جداً زي ما قلنا عندهم 8 خسائر وعندهم 7 تعادلات فالتمن خسائر استقبلوا هداف واستقبلوا طبعاً تزديدات بالتالي كان ممكن يصل ل43 هدف في نادي الأهلي 19 هدف الشباك نظيفة متساويين احنا طبعاً عدد المباراة أقل 33 من 11 ده رقم كويس جداً خسارة الكرة بالمباراة ما يخسروا الكرة بشكل كبير جداً 42 مرة في المباراة الوحدة يعني عايزة أقولك 80% تحت ضغط عالي عندهم مش هلس قد يولد خسائر للكرة لإحنا الاعتراضات عندنا وابعاد الكرة هم أكتر 20 مرة بيشلتوا الكرة ويبعدوها يا كابتن نايمان إحنا النادي الأهلي من أفضل الفرق في إخراج أو تشليط الكرة من خلف رقم 11 ده ده أقل رقم على فكرة في مقارنة بفرق الدوري ده بيقولك أن النادي الأهلي ما بلعبش كرة عشوائية من وراء لا هو حتى بيقطع كرة ويستخلص كرة وبيبدأ أنه يبني الهجمة بشكل كويس جداً ومتمعكوس في التمريرات استعادة الكرة إحنا لقى عندنا بوري كافري برضو كويس جداً الإسماعيلي برضو عندهم بوري كافري كويس جداً لأنه عنده لعيبة نفسها كويس جداً بتجري بتحاول أن هي تستخلص كرة وتقطع كرة بالزبط بشكل كويس جداً ده الشكل الدفاعي والشكل أيضاً الهجومي عند النادي الإسماعيلي مشاكل النادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة طبعاً هو التمركزات من الكوار العرضية والركنيات والخط الخلف والخط الخلف دايماً نقطة الضعف عندهم في كده يعني حابين نحن نستعرض بعض النقاط بالحالات بتكشف لنا النادي الإسماعيلي أي كوار بيني أو كوار عرضية متحركة أو الكرات السبتة عليهم بتشكل خطورة كبيرة جداً لأنه عندهم مشكلة في التمركز والرقابة يعني دي برضو كانت في المباراة الزد هم خصوا بالمقاسبة من زد 2-1 المباراة القبل الأخيرة قبل الاتحاد ده كابتن نايمان بوست كانت عرضية نفس الكلام شوف هما قد يبدو أن فيه هما 3 على 3 هنا ولكن 3 على 3 ما فيش ركابة لصيقة أو بشكل دقيق بالتالي الكرة بتنزل بسهولة جداً واتلعبت على المرمى وشكلت خطورة وهدف نكمل برضو الحالات ده معظمها كانت كرات عرضية متحركة يعني نفس الكلام عندهم مشكلة برضو تانية أي كرة عرضية عندهم بشكل ده كابتن نايمان بيخسروا الكرة التانية يعني في حالة يعني خروج الكرة نكمل بتنزل على 18 الكرة التانية ساكن بول عند الإسماعيلي معظمهم فيه مشكلة لأ نرجع تاني نمشي الحالات بسرعة يعني بعد كده أيها كابتن نايمان أيها في حالة أي عرضية لإما تشاكل خطورة ويتم إحراز هدف أو يعني يصدها الحارس أو عالتات خشبات أو يا كابتن نايمان لو استخرجوها بتنزل كرة تانية بتبقى بتاعت الخصم وحتى الكرة تطوروش خلق تانية الماتش اللي فات ده مثلا مبلول هي دي هجيب بقى الحالة دي من الأول هاي العربة بالعرض بالظبط يعني هات الحالة هي كابتن نايمان دي دي كاتماتش زد لسه ولحضرتك قلته ده فقا نتكرر دي شكل والشكل هحنرجع له بتاع مبارات مبارات الاتحاد بالظبط ومبلوله راح منها أو نفس الشكل نفس الكلام يا كابتن نايمان أول ما الخصم يتعى الكرة بداخل عليهم دائما بلعبوا لو بلوك على أسوري ميت بلوك لإسماعيلي بلعب ميت بلوك بشكل كبير جدا الكرة التقطعة من يوم تتلاعب على طول في ظهرهم بيبقى فيه مساحات ببقى عدم رقابة بشكل دقيق بيروحوا ويشكلوا خطورة كبيرة جدا نفس الشكل تعالى هوا نفس الكابي بزبط نفس الشكل يا كابتن نايمان وده برضو من النقاط الضعف عند النادي الإسماعيلي إيه تاكورة في نص الملعب بسرعة ودقة اضرب بها لفصيد هتلاقي نفسك عندك مساحات ان انت تتبقى من وجهة المعارض تختارق فيها مظهر بالضبط ده أهم وأبرز المشاكل ونقاط الضعف عند النادي الإسماعيلي إضافة للأرقام اللي هي فعلا وضحت لنا الشكل الفني عامل ازاي عند الفريتين يعني صحيح شكرا جزيلا يا محمد وإن شاء الله نبريك لك بعد المتش بإذن الله بإذن الله كابتن لايمان نتبقى بداي بقى رجوع قوي للدوري نعني نسويتشنج نفصل بقى لأفريقيا ونركز إن شاء الله في الدوري شكرا جزيلا طبعا الزميل العزيز محمد الباز تكلم عن الأرقام والأرقام لغة